بعد ساعات قليلة من بدء القتال تمكن مسلحو العشائر من طرد ميليشيا قسد من مناطق عدة في ريف دير الزور الشرقي بأسلحتهم الخفيفة لتتحول هذه الهبة العشائرية إلى أشبه بثورة امتدت حتى ريف حلب الغربي وبدت الأوضاع خارجة عن السيطرة فتدخل التحالف الدولي لإيجاد حل وسط بين العشائر وميليشيا قسد مع انحياز واضح لقسد ومشروعها الرامي إلى تقسيم سوريا قيادة التحالف الدولي اجتمعت مع موثلين من العشائر وميليشيا قسد وأعلنت بحسب ما قيل التوصل إلى هدنة واصفة ما حصل بأنه مجرد سوء فهم بين الطرفين في محاولة للتخفيف من شأن هذا الحراك العسكري للعشائر لكن المصادر المحلية القادمة من ديرازور تكشف أن القضية أعقد من أن يحتويها تدخل التحالف أو أن يطفئ جذوة غضب شعبي وتراكمات سنوات من مظالم قسد المتكررة والتي بلغ بها الأمر إلى الاعتداء على النساء وفرض ثقافة دخيلة تتنافى مع العادات العشائرية فضلا عن القدح بالثوابت الدينية لأهالي المنطقة عدا عن محاولات طمس الهوية العربية لمناطق يسكنها العرب بنسبة 100% التحالف الدولي ومن خلفه أمريكا وإن دخل بثوب الوسيط بين الطرفين لكنه عرض بمسلحي العشائر فمرة يصف الهبى بمخطط داعشي ومرة أخرى يرميهم بالارتباط بميليشيات إيران وروسيا رغم أن روسيا التي تدعي مناهضة التحالف الدولي دخلت معه في خندق واحد وتلاقت مصالحهما عبر قصف مسلحي العشائر وكأن الجميع توحدت أهدافهم ضد أي حراك يقوم به أبناء الوطن ضد القادمين من جبال قنديل أو غيرها مسلح العشائر أكدوا أنهم لن يتوقفوا عن القتال حتى خروج ميليشيا بيكاكال مجلل بثوب قسد من كامل المنطقة بضمانات من التحالف وإلا فإن مواصلة القتال هو السبيل الوحيد رغم أن مناطقهم التي استعادوها تقع بين مطرقة قسد وسنداني ميليشيات إيران